موسيقى كنت عامي زي الفارل مستخب في الشأن خايفوا البوليس يشوفني وبياخدني معهم أول مرة حسي أني جابانهم قتلوا ومش راجل أعدي نفسك يا محفروس يا ابني وأنت كان في إيدك تعملوا ومعملتوش آه عام عبدالله كنت شوفت جابروا البوليس ماسكوا كأنهم شنقوا فعلت كان هاينا على يرمي نفسي قدام عربيات البوليس لكن ما قدرتش ما قدرتش كفاية يا محفروس يا ابني كفاية والحمد لله اللي ما شبوكش أنت كمان وديني راجعت بالسلامة هو عمالة عيط ووالول زي الحرير ياه من الدرجة دي بتحب صاحبك أنت لين يا يا بنتي أنا فاكرينك لسا دا راجعتيش راجعت من باتلة جدي ومن التعب بننتي ما حسيتش ما صحتش يا غير على الكلام والعياط لازني عم عبد أدعي ربنا يا محروس أنه لما يحققه معاه ما يجيبش سرتك ولا يقول أن انت اللي هربته تطمني مش جابر اللي يعمل كده تلقيك كان نفسك يبسكوني معاه عشان ترتاحي وتخلصي غبي بتقول مسكتوه؟ وبتحققه معاه؟ طب عال عال على الله دي تكون آخر مسكة وما يغربش تاني لغاية لما يتنفذ فيه الحكم ونخلص بقى طيب مع السلامة جابر مأمون مصار اتمسك في اسكندرية في فيلا الشاهد الوحيد اللي شاهد ضده لكن ايه اللي خلا جابر مأمون يروح للشاهد فيلته؟ اوه ده سؤال اللي ملوش إجابة إلا عند جابر نفسه حمد الله على السلامة يا جابر يعني ما تأخرتش في النيابة بتهرب من السجن يا جابر؟ اسمع يا جابر انا اجيلك النهاردة مخصوص عشان اسمعك عايز اعرف انت ايه اللي وداك عند عزميه؟ عشان تهدده وغير اقوانه في النقد زي ما هو هالي؟ نا انا كنت عايز يقول لحقيقة انا حقيقة جابر انا جايلك مخصوص النهاردة عشان اسمعك عشان كده لازم تتكلف ولازم تقول كل اللي عندك وانا سمعك لو كنت انا اللي قتلت الضبط فعلا كنت لما اهرب بالسجن لازم ابعد على قد مقدرة اهرب من حبل المشنقة بس انا ما عملتش كده انا لوحت للرجل اللي شاهد ضد زور عشان ابرق نفسي واعرف ايه يا الحقيقة لو عايزين تعرف الحقيقة اسألوه هو ليه عمل كده؟ ليه عايزنا تشنق في جريمة ما ارتكبتهاش؟ ليه؟ موسيقى شكرا يا سيد العميد موسيقى شوفتي باباكي كان نهية للرجل اللي شاهدده في المحكمة لولا انهم مسكوا قابليها ولحقوا الرجل في اخر لحظة افتكر بعد اللي حصل وبعد ما جالنا لغاية هنا وهددنا محد الشي قدر يقول انه بريق ده كان ممكن يقتلنا ارجوك يا نسيب كفاية والله ما يستهل دمعة واحدة من عينيكي يا حبيبتي دي رجل ما عندوش اخلاق ولا ضمير طب كفاية الكتب اللي قدبها علينا وفاهمنا انه ابن العيلة الكبيرة وجدك المزعوم ده بتاع الكرامات والحركات وكله كتب في كتب ارتك يا تسيب كفاية بقى كفاية كفاية والله انا لو منك اتبرى منه اتبرى من بابي بابي وهو ده قطب اصلا انا لو منك امسح اسمه من شهادة ميلادي مش اقعد اعاية عليه انت ايه ما عندكش قلب اسمع انا ما عنديش قلب ما عنديش قلب لاني خايف عليكي شايفك مفلوة من العياط من ساعة ما عرفتي ان باباكي قابضوا عليه يا حبيبتي ده ما يستهلش ده مع واحدة من عنيك الحلوين دولة كفاية بقى انت اعكيدك ان انت لكن ما عليش هسامحك وعذورك هقدر ظروفك خديلي كورسين من دولة عشان تفرفيشي وتنبستي كده انا مش عايز اخد الزفت ده يا عالي يا نادا انت مش هتقدر تستحميلي اي حاجة من غير القراس دي قلتلك مش هاخد حاجة انت حرة عماما القراس جنبك هنا هي وقت لما تحتاجيها هتلاقيها على خارج اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة البلدي اشتركوا في القناة ق permite اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عندك حق يا نسيم انا ما كنتش بنام طول الليل ده بقى عامل زي الكلب السعران اللي ممكن يعد اي حد وانا رحت فين يا طنط على العموم انا عايزة اركز في الشغل كفاية الوقت اللي راح قبل كده عندك حق يا طنط المكان الجديد حيوصل الاسبوع الجاي انا عايزك تفضي نفسك للمسألة دي وتبقى موجود في المصنع ليل ونهار عشان تخليهم يجهزوا الاوعد اللي هيركب عليها المكان وكل التجهيزات اوكي تم امريني بحاجة تانية هي ندا مالها ينسين كنت سمعها الصبح صوتها عالي وعملت زعق وانا ما حابتش اتدخل اه هي بس عصبت عبانة من ساعة مقارة الجرائد المهاردة وعرفت ان باباها اتعبت عليها الله يكون فعونها انا مش عارفة اعمل ايه ولا حتى اقول لها ايه والله يا طنط انا بعمل اللي بقدر عليه انا مالحة بقى خلص شغلي عشان اروح لها بادري واكون جنبها في الظروف الصعبة اللي هي بتمر بيه عندي اسلك سألخير انا انا ايه اللي انت عملتين انت مخدتش لقرس اللقرس دي عقرس انسين مش فاهم دي مش قرس مهدقات دي قرس مخدرات مخدرات؟ اكيد دي مخدرات وانت اللي خلتني ادمانها ليه يا نسين ليه؟ اه القرس دي عقرس ايه انا دا دي عقرس مخدرات ليه يا نسين؟ ليه؟ الحق علي الحق علي انا شايفك تعبانا ومافيش اي علاج نافع معاك فاقولت اساعدك بالقرس دي تساعدني ولا تدمرني انا انت ايه اللي انت بتوليه دا يا نادا؟ ما حويت انا كنت عايز اخرجك من الحالة اللي انت كنت فيه؟ يا نادا انا بحبك كذب 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 انت عمرك بحبتني انتي اللي انت بتوليه دا؟ انا بقول الحقيقة لك تغيب عني طول المدة اللي فاتت اللي يحب حدا ما يعملش فيه كده انت استغلتني استغلت صغر سني عشان تضحك علي وتتجوزني وبعدين تخلص مني وادخليني مش دريانة بأي حاجة عشان تعمل اللي انت عايزه الكلام دا مش صحيح يا نادا هي دي الحقيقة انت ايه؟ شطان 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 انا فكرة انا حاولت اخليك تبطالي الحاجات دي وانت اللي رفضتي بعد ايه يا نادلي يا جباب تقفتها انا عشان حبيتك تواصل كتير لكن بعد النهاردة لا معدلكش مكان في حياتي يا شطان بس بقى يا مكنولة يا مكنولة ابقى عني ابقى عني اه 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 ابقى انت 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 أيه مالهةⁿ أيه؟ ناته؟ ناتة عبدتي حظريني يا واغي خديني في حقفك ناتيش عبدتي أنا جابك أنا جابك عبدتي ناتي مالكي غدا ناتيك إيه غدا رجوا عليك ناته قرارات المبتئية وذا أنا واسطٌ لتحاليل المبتئية كثتة تقول إن بنتو حضرتك مدمنة مدمنة؟ ايه الكلام اللي بتقوله دا يا دكتور؟ دي اعراض ادمان لنوع معين من الاقراس المخدرة وواضح انها كانت بتاخدها الوقت طويل وجسمها اتعود عليها ولما ما اخدتهاش النهاردة حصلت الاعراض دي مستحيل يكون الكلام دا مظبوط يا دكتور مستحيل بنتي تعمل كده يا عبدا انه دا بنتي ما تعرفش الحاجات دي ارجوك دي يا مدام المسألة مش هتتحلل الانفعال العلاج احنا ابتدينا فيه فعلا وان شاء الله يجب النتيجة ايه 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 دي بس طول عشان خطر ارتاح والعلاج هياخد وقت يا دكتور دا يتوقف على رغبة المريض نفسه في الشفاء وان الظروف اللي دفعته للإدمان تتغير انت عطبت صايم عن الاكل يا جابر انت مش بتقولي يا بني خليه على الله دا عدية النعضة بتاعتك خلاص قربت وان شاء الله ربنا يسر براطة هو لو كان بريئه كان ايه اللي خلاه هرب من السجن قوم يا بسجون انت كلم بشا المأمور قوم بزي يالله قوم بزي يالله قوم بزي يالله بزي يالله قوم 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 بزي يالله او معلومة قوم بزي يالله قوم بزي يالله ما تعمليش في نفسك كده يا رباب مش قادر استحمل دولت مش قادر أشوف نادى بنتي حبيبتي بالشكل ده إن شاء الله بكرة هتخف و تبقى كويسة هو مش الدكتور طمينكو عليها برضو طمينها هو اللي أنها تتحسن إن شاء الله المهم بعد ما تخرج من المستشفى لازم تخلوها قدام عينيكم عشان يعني ما ترجعش لسم الهاري ده أصل بيقولوا اللي بيدمن الحاجات دي صعب بقى قوي قوي إنه يبطلها ماما اشرب القهوة بتاعتك ما أنا حشربها في النادي مع أمير أنا عايز أفهم بقى إزاي ما خدتيش بارك من حالة بنتك دي بنتك الوحيدة اللي ملكيش غيرك الظهر إن الشغل واخد رباب من كل حاجة حتى من بنتها عن إذنكم مسكينة رباب الله يكون فعونها مش كيفاء اللي حصل لجوزها ده زي ما تكون عين وصابتها أكيد يحد حسدها أنا هقولكم باي باي على فين يا ماما هروح النادي أمير مستنيني هناك أصل عنده مباراة مهمة قوي وبيعتبرني أنا الجود لك بتاعه باي 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 يا باب مع السلامة بين أمك مخها جرروا حاجة هي كمان على كبر على آخر الزمن تا ما عرفتش تقول لها حاجة عشان تقعل بدل إلة الإيمال اللي عملاها في نفسها دي ها صدّاني يا جد إن اتفاجئت إزايك بالزبط قهوتك بردت أقولهم يعملون لك قهوتاني ومين له نفسي اشرب أي حاجة أنا كمان ماشي بس بقولك إيه خلي بالك من خالتك لأن ملهاش غيرك دلوقتي طمني جدي خلت أحطها في عناي وبعدين دي حالة موقتة مكرا لما المكن الجديد يوصل للمصنع كل حاجة هتتغير وهتشغل عن أي حاجة تانية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إزايك كده برضو ولا تليفون واحد تسأل علينا بيه من بعد ما سبت الشكل؟ آآ معلش ظروف أكيد انت جايننا في حاجة مهامة هي اللي جابتك لحد علنا المهامة أيوه ديسكات وملفات العملية مش كده؟ آآ 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 أنا انا جبتها معي صحيح؟ ده إحنا كنا محتسين من غيرها مش عارفين المستحقات اللي ليني عند العملية تعالى تعالى أنا حدي خبر الأستاذ نسيم تعالى استنى في مكتب ديئة واحدة أدي الأستاذ نسيم خبر هو في الإدارة المالية بيرجع شوية أوراق تشرب إيه فريد؟ لا مالوش لازمة هطلب لك قهوة بعد إذنك تفضل ازهر وبان على حقيقتك يا فريد لما احتاجت فلوس قررت تبيع الراجل صاحب الأفضل عليك بتخونه واعد مستني تقبض التمن والأمانة والنزاهة والإخلاص اللي طول عمرك كنت بتتكلم عنه كانوا شعرات دست عليهم بيرجليك لأن معد لهمش تلا تبتل كلمة جد يا عبير وزي مسألة فيها هزاري يا أستاذ نسيم هو بنفسه لقيل لي أن جايب تسكنت وفعلاته ايه دا؟ تبت هزاري؟ هو في ايه؟ معرفش أنا قلت له استنى حضرتك هنا وطلبت له قهوة نسيم انت واقف هنا بتعمل ايه؟ المكان وصل المصنع والمهندسين في انتظارنا ألف ألف مبروك يا مدام الله يبارك فيك يا نسيم المهم بقى المهندسين يشدوا حلهم معانا ويركبوا المكان ويجهزوا خطوط الانتاج بأسرع وقت ممكن ان شاء الله يا مدام أنا عليا قروض للبنوك تقطوا من الوسط مش عايزين نضيع دقيقة واحدة دا عداد وشغال عليا ان شاء الله تركيب المكان وتشغيله مش هياخد معانا وقت بإذن الله ما تقليش ايه دا؟ فيه ايه يا باش مهندس مش دا المكان اللي حضرتك اتعقدت عليه ايه؟ انت بتقول لي ايه؟ انا متأكد من كلامي المكان دا طراز قديم ونزل مصر ممكن من عشر سنين فاتت دا حتى النهاردة المصانع اللي شغالة به بتعتبروا طراز قديم وبتغيره ايه دا؟ مش ممكن مستحيل احضرتك راجعك اتلوج المكان اللي اتعقدنا عليه هتلاقيه مختلف تماما اكيد في غلطة حصلت احنا لازم نتصل بالشركة الامريكية حالا نشوف اللي حصل دا حصل ازاي؟ فيه الكلام دا حصل؟ الشركة الامريكية بعتالنا فاكسي بتقول انها ما تعرفش حاجة عن التعاقد معانا وانها ما بعتت لماش اي حد من طرفها يمدي معانا وما فيش ولا دولار تحول لها من فلوسنا دا غير انها تمام مش هي اللي بعتت المكان الاديل ها؟ اماني الجدع الامريكان اللي انت مضيت معا لعاق دا يطلع عميين لا دي الحكاية كده فيه عملية نصب كبيرة عملية نصب؟ لا بلاش تفسير غير كده دي كد تبقى مصيبة ترسة دا نراهنا كل املاكي انا وبنتي دا غير ان المكان اللي جالنا تمنوا مايجيش واحد على عشرة من القرد اللي انا واخدها من البنك انا كده بتي حيتخرب نحنا لازم نبلغ البوليس نبلغ الانتربول عن الجدع الامريكاني من الصابدة خصوصا ان احنا معانا صورة من الباسبورو كل الورقة بتاعهم ورقة ايه اللي بتقول عن ايه؟ اكيد الباسبورو ورقة دا مضروب لا انت اللي جبتيني عنوان الشركة من الانترنت وانت رسلتهم بالايميل وهما بعطوك الكاتولوجات بالدي اتش ال لا بقى انا جبت اكتر من عنوان وحضرتك اللي اخترت العرض دا بالذات ايوه انا اخترت العرضه انه احصل من العروض بس المشكلة اللي قدي مش بالعرض اللي اخترته المشكلة في الراجل اللي جيه ومين اللي جابه انا حتجنن حتجنن انا كده فلست وكل حاجة رحت مني ارجوك يا تانت ما تعمليش في نفسك كده من فضلك اهدي اهدى 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 ازاي بس انت عرف اللي حصل ده معناه ايه؟ معناه ان كل رأسي مالي انا وبنتي رأح نحنا كنا رهنين كل حاجة للبنوك حتى الفلا والبنوك مش هترحمنا اول ما هيوصلهم من خبر اكيد هيجوا يحجزوا علينا هم فعلا تانت وصل لهم الخبر ونوين يحجزوا على كل حاجة وهيبيعوا كل حاجة في المزاد العالم لكن مين عارف مش جايز يقدروا يوصلوا له النصاف ده؟ يوصلولوه؟ هو العمل عاملة زي دي وخطط لها بالشكل ده حتى يعرف يوصلوه؟ انا كده انتهيت كل فلوسي راحت مني حتى سروت ندر اللي عرفنا نخلصها من ايدي نجاب الرحبتية كمان طب ازاي بس ازاي؟ ما تلوميش حد لنفسك يا رباب انت اللي مسؤولة عن كل اللي حصلين انت اللي جبتيه لنفسك انا يا بابا ايوه ايوه يا رباب انت ايه انت مكانش عندك اي خبرة عن البيزنس ولا الشغل وتهيالك انك فهمة وعارفة كل حاجة ودي النتيجة ضيعتي كل حاجة ايوه بس يا عمد بس ودا منش في نفسك كده شادرا ستا حاسة زي ما يكون كابوس كابوس مش عارفة اصحى منه امتى وازاي؟ يا ريتو كابوس ده اكتر من كده بكتير معقولة معقولة كل حاجة تروح منك كده فجأة والبنك يحجز على كل الشركات وياخدوا منك كمان الفيلا طب كانوا سابوهالك كنت عاشت فيها انت وبنتك حاسة كأن همري كله بياخدوه مني ما اخدوا الفيلا بالزاد الطحف الطحف دي كلها انا اللي جبتها من النزادات جبتها من فيلا لقصور بيبيعوا اللي فيها وهمري ما كنت اتخيل في لحظة وفي يوم بين الايام انه هيجي علي الظهور وطحف بيتي انا كمان تتبايع وبين يوم وليلة ما يبقى ليش بيت اسكم فيه وبعدين يا رباب وبعدين يا حبابتي مش معقولة كده ابدا اقولك ايه حبابتي ما تحملش في نفسك كده لازم تعرفي ان بيتي هو بيتك ومافتح لك على طول ولو انه يعني مش قد المقام كدتر خيرك يا دولت في حاجة تانية حنقلها للعربية يا هنم استوانتنا دا وشرايتها حسدو العزاز عليها قوي موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وحتى بعد ما موت انا حكتبهولك بحق ارقاب وديكي عادة معايا تونسي وحدتي بعد ما كل واحد فينا بقى فاضي ومفيش حاجة تشغله اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في قناة موسيقى الخير اهلا موسيقى الخير يا ماما ايه اللي جابك دلوقتي يا نسيم؟ و ايه الشنطة اللي في ايدك دي؟ و حضرتك ما عرفتيش ان احنا ابترنا نسيب الفيلا للبنج؟ عرفت، بس ظهر انت اللي نسيت ان انا دلوقتي متجوزة و ان الجواز يعني لسه ما كملش ايه؟ ما كملش ايه؟ يعني ايه؟ يعني اي اتنين عرسان جداد محتاجين يعوضوا لأحدهم بابا بابا ما بكلمكش انت خالص انت تزععلي؟ انا زعع زي ما انا عاوز لازم تفهم يا حبيبي ان ايه دا بيتي انا تفهم؟ تتجنينت ولا ايه؟ جاي تزع وتخاني مع جوزي؟ برش قلة ادب قلة ادب؟ انا قليل الادب يا ماما؟ بتشتين ميني عشان خطره؟ عشان خطر ده؟ ماشي ماشي يا ماما انا هريحك مني خالص مش هدايك تاني انسي والبي جوزك بس بعد كده بقى ما تبقيش تيجي تدوري عليا وتشتكيلي لما البيز هق منك ويسيبك ويروح يعيش حياته مع واحدة من سنه مش واحدة هتضمه؟ احنا حالتها استقرت تقريباً لكن بتتحسن ببطئة ان حالتها النفسيات كانت سهية قوي بعد اللي حصل نادة ادمانت ادخرة المصاحة احنا كلنا اتفاجئنا باللي حصل كان صدمة كبيرة تعالج من الادمن؟ ان شاء الله هتتحسن نادي انا مش عارف اذا كان صح ولا غلط اني قلت لحضرتك لكن انا مقدرتش يخبي عليك اي حاجة ان شاء الله بكرة تطلع بالسلامة وكل حاجة ترجع لأصلها زي ما كانت واحسن اقول يا فريد مين المسؤول على اجمانة ده؟ امه؟ ولا ظروف؟ ولا انا؟ تزنبك ايه في التهام باطل؟ مالكش اي حيلة فيه؟ انا 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 اه لو تشوف اوها عامل زي الفار في المصيادة لما رجالتي مسكوه لا انا ماوسخش ادايا بدمه ده واحد محكوم عليه بالاعدام وكمان هرباط فالاحسن طبعا ان انا كن تسلمه للبوليس والحكومة بقى هي التي تخلص عليه بمعرفته هيقول ايه يعني؟ يقول زي ما يقول انا راجل سمعتي زي البرلاندو اه طبعا طبعا عمل حسابك في اللوت الجديد اللي وصل ونصيبك هيكون عندك على اخر الاسبوع وفوقي بوسر لا اسمع انت تعمل حسابك انك تتقل جيبك عشان الفوزيتا بتاعت الدكتور زلت شوية طيب مع السلامة تحت عمرك يا اسم بيه امان فين اسم وفاخت كان مفروض وصلوا من ساعتين عشان ما احد تسليم البضاعة قبل الفجر عشان اللبش بتاع المرور واد احنا هدخلين عالمغرب هم ما اتصلوش وانا كل ما باتصلتش بيهم تاني ليه على الموبايل اتصلت يا عزم بيه وكل ما باتصل على الموبايل الموبايل بيديني خارج الخدمة هيكونوا راحوا في اي مصيبة الاغبية دول ده معاة تسليم البضاعة خلاص علو ايوا يا قاسم انت فين وبتتكلم منين ايه اسم الملشية ليه ايه اللي حصل في ايه انا مش ايلك يا غبي انت واللي معاك محدش يشرب اسناء الشكل طيب طيب خلاص انا هتصرف هتصرف خير يا عزم بيه قاسم وفاخر يمسكتهم لجنة مرور لقيتهم سكرانين شربانين عملت لهم محضر سكر وهيبيتهم عشان يتاردوا عن نيابة بكرة صبح يبقى لازم راح اتصب بالمحام عشان يسترف محامي ايه اللي بتقول عليه دلوقتي احنا في معاة تسليم البضاعة اللي قرب خلاص انا راح اسلمها انا يا عزم بيه ما ينفعش دي بدعب عشرة مليون جنيه جاتكم البلاء يا خبية كلكم بقول لك ايه صح الزفت اللي اسمه حنف يفوقه ولا اسمع بلاش انا اللي هسوق بنفسي بغاية مصر عشان يدوب نلحق المعاد خليهم يجهزوا العربية عبل مغاير هدومي تحت امرك عزم بيه يا مسائل خير يا مسائل فل ايه انت اللي جاي بنفسك ولا ايه عزم بيه اعمل ايه قلت يا جميلكو وكريمكو واجبلوكم البضاعة انا بنفسي ها فلوسكو جاهزة جاهزة يا عزم بيه واحنا كمان بضاعتنا جاهزة ها ايه راياك بيور مية مية عزم بيه اه اه مع عزمة بالفتوح ببيتعملش غرف البيور اللي مية المية مبروك عليك اه 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 ا أخيرا يا عزمي ودلواتي حنوصل مشوار صغير عشان نكمل التفتيش يا عزمي هتوه موسيقى ما شاء الله هروين والسلاح في بيتك يا عزمي يظهر انها مشي تبقى قضية واحدة مسدس ميري قدين وبين عليه محدش يستخدمه بقاله بودة طويلة من عشرين سنة يا عزمي مش كده ولا أنا غلطان السكوت والإنكار مش حيفينك بحاجة عزمي إحنا إجراءاتنا اللي اتخذناها معا قانونية 100% وصادر بها إذن من نيادة ومش بس كده كنا بنسجل لك كل مكالماتك التليفونية وبأمر من القاضي والمكالمات دي فيها بلاوي زرقى ده غير المخدرات اللي اتزبطت معاك اللي لادي يعني مصيرك حبل المشنقة أنا بريء يا باش بريء من إيه ولا إيه قضية المخدرات الجديدة مسكها الإدارة العامة للمخدرات إنما انتهينا اللي لادي عشان حسابك القديم أنا بعترف إن شكيت فيك متآخر قوي لما تقبض على جابرة عندك في بلتك سألت نفسي سؤال إيه اللي ودي مجرم هربان من حكم الاعدام للشاهد الوحيد اللي شاهد ضده ويخاطر بحياته إلا إذا كان جابر متأكد إن الشاهد ده جداد في إعلامي ولما قابلت جابر في السجن وسألته ليه راح لك؟ قال لي نفس الكلام وصدقته ومن ساعتها وإحنا حطيناك تحت المراقبة كل كلمة وكل حركة كانت مترقرة وفتحنا ملفك يا عزمي إزاي موظف صغير في الجمالك من عشرين سنة يبقى مليونير وعنده شركات وملايين بعد ما استقال من وصفته إلا إذا وإلا إذا دي هي اللي وقعتك اللي لاديه بين إيدينا ومتلبس يا عزمي أنا عايز المحامي بداعي إحنا مش محاقة معاك عشان نجيب لك المحامي بتاعك إنت بكرة الصوم حتتراحل عن نيابة يبقى المحامي بتاعك يشرف مع حضرتك مع إني ما ظنش إن المحامي بتاعك حيقدر يساعدك بحاجة أنا مش هتكلم غير قدام النيابة على راحتك على فكرة رجالتك قاسي وفاخري يعترفوا بكل حاجة ما إحنا ما قبضناش عليهم بالصدفة إحنا ما بنحبش القضايا اللي بتجينا بالصدفة أمان الرجالة دول بيعملوا إيه إحنا قبضنا عليهم بعد مرقبتهم مدة وزبطنا معاهم في عربيتهم اللي فيه النصيب إيش يروين على حشيش واعترفوا بكل حاجة اعترفوا بشلقهم معاك وبجلبك المخدرات لمصر وكل عملياتك الأديمة واعترفاتهم دي كانت قصاد نيابة وكمان اتصالهم بيه كانت تحت إشرافنا وإحنا وعدناهم إنهم لو تعاونوا معنا هنأتبرهم شاهد مالك في القضية لأنهم ما كانواش يهمونا كان يهمنا السمكة كبيرة اللي هو أنت يا عزمي ممكن كباية مي يا سلام ده أنت تؤمر ومنت اللات في الشخصية كمان بس كده ما هو إحنا بردك واجب علينا ضيافتك أنت اللي قتلت النقيب سالم جهر بالمسدس بتاعه اللي حرزناه عندك في بيتك مجرمين كتير من كتر سيقاتهم في نفسيهم بيحاولوا يحتفظوا بأدوات الجريمة سنين طويلة وإنت بالذات يا عزمي غاوي لاحتفاظ بالحاجات القديمة كواية عندك أو كيف وده اللي خليك تحتفظ بمسدس النقيب سالم السنين دي كلها وهو حيكون الدليل اللي حيوصلك لحبل المشنان سنين طويلة وأنت متداري عن عينينا من أيام ما كنت موظف صغير في الجمالك وبتسهل للمهربين خروج المخدرات أثناء نبطشيتك ومش بس كده ده انت كنت شريك كمان مع العصابة وبتحضر عمليات التسليم عشان تقبط حقك أول بأول وده اللي خليك كنت موجود أثناء المأمورية اللي أنا قمت بيها أنا والمرحوم النقيب سالم وتقتل فيها عشان كده لقناك في مكان الحابس ولنبسألناك اتهمت جابر مأمون نصار إنه هو اللي قتل النقيب سالم مع إن جابر كان يدوب شريك في عملية التقريب وهري بساعتها بس مش هو اللي قتل النقيب سالم انت اللي قتلت النقيب سالم جوهر يا عزمي بقى مرية يا سمعت أعترف اعطرف سمعت بان كده بان كده هيا اعترف اعترف بكل حاجة قدام النيابة واعترف كمان انه هو اللي اتى للنقيب سالم الله يرحمه وانه اتهم جابر مأمون نصار اللي هو شركهم الرابع في العصابة واتفق مع الشركين التانيين اللي انقبض عليهم انهم مجيبوش سرته في التحقيق في وقابل مبالغ نقدية هيتفح لهم وقال كمان انك انت بعد ما تم القبض عليك شاهد في المحكمة زور انك انت جابر مأمون نصار اللي قتل النقيب سالم لانه خاف ان النكش في الحكاية يكشف الحقيقة وخصوصا ان جابر الحقيقي شركهم الرابع كان انصاب ليلة مأتر النقيب سالم وهو بيهرب ومات بعدها بيومين وعزمي دفن في السر من غير محد يعرف ولا حتى يطلع له شهادة وفاة ده بعد ما اخد شنطة الفلوس اللي كانت معاك سوق الحظ تشابه الأسماء الشهادة الزور بتاعت عزمية هم اللي جروا الرجلك في القضية انما ان شاء الله في الجلسة الجاية النيابة هتقدم كل التحقيقات للمحكمة ومن المؤكد هيتحكم لك بالبرابع اشتركوا في القناة